تربط مصر وإريتريا علاقات قوية راصخة منذ عشرات السنين على المستويات كفة وهو ما يأتي في إطار تعزيز العلاقات مع دول القرات الإفريقية هذا وشهدت العلاقات بين مصر وإريتريا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا وهو ما انعكس على الزيارات الكثيرة للرئيس الإيثري لمصر والتي كانت تعكس وحرص الجانبين على تعميق وتغطيذ أواصر التعاون بينهما بجانبي تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك علاقات تاريخية قوية وراسخة تربط ما بين مصر وإريتريا منذ عشرات السنين حيث كان لمصر اهتمام ملحوظ بالقضية الإريترية بدءا من الأربعينات في القرن الماضي تبلور ذلك في اتخاذ القاهرة مقرا لتأسيس جبهة التحرير الإريترية في يوليو لعام 1960 مصر كان لها أيضا الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الإريتري في العام 1993 وظلت مصر طيلة فترة الكفاح المسلح على علاقات قوية مع فصائل الثورة الإريترية وبعد استقلال إريترية شاركت مصر في التهنئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتدمية التعاون ما بين البلدين في كافة المجالات كما رحبت القاهرة بإقامة علاقات دبلوماسية ما بين البلدين ليكون هناك قناة شرعية مع أسمر الدبلوماسية المصرية كان لها دور بارز عندما نشأت حرب حدودية ما بين إريتريا وإثيوبيا امتدت لعامين من 1998 إلى 2000 حيث سعت مصر لتحقيق السلام ما بين الجانبين وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت العلاقات ما بين مصر وإريترية تطورا كبيرا وهو من عكس على الزيارات الكثيرة للرئيس الإريتريي لمصر التي كانت تعكس حرص الجانبين على تعميق وتوطيض أواصر التعاون ما بينهم بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الإهتمام المشترك وهكذا هي مصر دائما حريصة على تعزيز علاقاتها مع أشقائها الأفارقة وساعية لتحقيق النهضة في محيطها الإفريقي مع مختلف دول القارة اشتركوا في القناة